ومن سوريا إلى اليمن حيث أعلن مصدر في وزارة الدفاع عن مقتل اثنين من قيادي تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها طائرتان من طراز ميك 29 وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت تجمعا لعناصر من القاعدة في منطقة جبلية في محافظة أبيان جنوبية اليمن وأكدت مصادر قبلية حدوث الغارة وأشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين